يا عرم بحضراتكم مرة وقر يا سب شرفني ونهارني محمود شاكر ومحمد خليفة وترككم قبل الفاصل هنتكلم شوية بعد ما كلمنا عن مباراة الزمالك ودريمز النهاردة محمود شاكر مع حالات مهمة جدا من مباراة الاهلي ومازمبي تبزع بايه؟ كنت تكلمتك يوم المباراة قلت لك كريم في لقطة حالي كنت تكلمتك سنتيجي برضو بس ما جيتش كنت قلت لك في لقطة مهمة جدا قبل الهدف حصلت من إمام عشور ومن علي معلول ولكن حلاوة الجون وحلاوة الأوفر تعالي معلول والفنش بتاع وسامة أبو علي الناس مخدتش بلها من لقطة اللي تعاملت مع إمام عشور عايزة قدمها دي بس مالش ممكن لابص عكام محمود أول ما تقول جيه اللي هو آخر جول أو جول بتاع وسامة أبو علي لإمام عشور ادى العلي معلول لعلي معلول لإدى لوسامة أبو علي كلمني في التلفون بعدها قلت في لقطة مليون جنيه لقطة ومحدش خد باله منها خالص قلت له بقول لك إيه أنا مش هقولها المهاردة أنا هستنىك لما تبقى معايا عشان هي فعلا لقطة محدش شافها خالص فاللي هيقوله محمود شاكل دلوقتي مهم جدا طيب هو نتمنى نكونش حد شافها عشان مطش عد عليهم بيني يعني بس هي قصة كلها لا مهاردة هي لقطة أنا فقط على المطش تمامين مر بس ما عدتش عليها مرش الله يا كريم الكرة وهي بتتلعب أنا قلت الكرة دي لو جات جون أنا هطلع أقول يلا مين تعال انتشوف الحالات بتاعة النادي الاهلي زي ما انت شايف هنا علي معلول وإمام عشور مين الناحية التانية؟ أكرم توفيق هيرقص الرجل نكمل الفريم اللي بعده أول ما أكرم توفيق دخل جوه المرعب نكمل الفريم اللي بعده هنا إمام عشور إمام عشور بص على مين؟ بص على علي معلول Stress بالزبط أما تجونا رايحة الناحية التانية للنادي العالم محمد عبد المناء نشوف بقى السورة اللي بعدها 화acer أول ما يجي الفريم اللي بعده قال لعلي معلول خش انت قدام خش انت شوية على الخط قدام تعال بقى القصة كلها قال له ليه قال له ليه خش قدام بص الرجل بتاع مازمبي اللي واقف هنا نشوف الفريم اللي بعده الرجل بتاع مازمبي هروح على إمام عشور ولا هروح على علي معلول الفريم اللي بعده أول ما محمد عبد المنع مستلم الكورة الرجل أم سايبه وأم رايح لمين هيبدأ يقبل على علي معلول نكمل الفريم اللي بعده أم الرجل راح على علي معلول فمين هينزل يستلم؟ إمام عشور نكمل الفريم اللي بعده أم الرجل الفريم اللي بعده كمان هيسيب علي معلول وهيضغط على مين؟ على إمام عشور فأول ما الباص تلقب لإمام عشور مين بقى الواحده يا كريم؟ علي معلول فإمام عشور هيستلم الكرة وهيعمل الباص الرائع اللي هو عمله ده فبالتالي بقى علي معلول لوحده خالص يعمل الأوفر الجميل براحته الله عليك وأوفر من أحلى الأوفرات اللي اتعاملت وهدف كان جميل جداً الله عليك الله عليك على اللقات هو التفاهم ما بين علي معلول إمام عشور إمام عشور عنده فيجين عنده فيجين وبعدين على فكرة كان فيه لقطة بس هو السورة كانت متاكلة برضو مارسل كولور عمال يعمل لعلي معلول بيقول له أقف انت هنا بالمناسبة حمود عزيز سألك يا خليفة أنا قلت أكتر لعبة تأخذوا الأهل الفتر اللي فيدي مع الإصابات العادية كان إمام عشور أكيد مليون المين اللقطة دي اللي محمود جايبها بتبرز ده كمان اللي هو فهمه للجيم نفسه أصلا أنت في لعب كتير ممكن الكرة بيش بس لمسة وأسست وهدف وأسست فيه أحياناً كتير جداً الباص اللي قبل الأسست والحاجات دي بيبقى مهمة جداً وده يعني بيفسر أحياناً كتير شغال عليها تاني دور لعيب يتخط الوسط المهمين جداً إمام هو اللعيب اللي بينقل الكرة من لقطة عادية باص لعيب ممسوك بيدي اللعيب ممسوك حيرجع لعيب ممسوك فيه لعيب بقى بيبقى عنده المفتاح بتاع أن الكرة حتتطور من مجرد لعبين مراقبين والفريق اللي قدامه فيه لهجمة هجمة بقى اتخاط بقى فيه لعب في موقف خطر هو فيه لعبين هو اللي بيعمل دي بيعمل دي عن طريق ساعاته تحمل الكرة وتعدي بيها أو تعمل باص تقدمي بيكون مطلع لعيب من الرقابة فهي دي الفكرة بتاعة اللي إمام عملها في الكرة اللي زي دي أحيانا دي لا تتحسب أسست ولا تتحسب تسجيل ولا أي حاجة بس كل الناس اللي هي بتبقى مدركة قوي الجيم وكده بيبقوا عارفين قد إيه مساهمة اللعيب الأهلي نوعية اللعيبة اللي في خط الوسط مفهمش حد بيعمل اللي بيعمل الأمام عشور عشان كده أقدر حاجة تفتقده أنا عايز أقولك على الحاجة حسين الشاحية اللعيب مهم جدا بس أنا عنده بدا سليم وعنده برسي تاو حتى لو أقل فهما نفس نفس البروفايل بيقدروا يجيبوا جوانه بيقدروا يدخلوا الجوة الملعب بس مش بنفس ممكن الكواريت بتاعت حسين بس هنا أنا أقدر عوضه عوضه محمد عبدالله أيا كان إنما لو تبص للصطير اللي بيلعب بإمام عشور ووسط اللعبة اللي موجودة في الأهل اللي هو كريم ندفد كوكا ديانج كلهم ينفعوا يلعبوا مع أمام إنما مين اللي يركب مع أمام لازم تدور على تركيبة تانية الخط الوسط عشان كده هو فعلا كان أهم اللعب يفتخذ الأهل اي تاني من العشق